اشتركوا في القناة عن 12 حركة او 12 نصيحة لازم تكون عارفها قبل ما تلعب ردد ريدمشن اولاين او ردد اولاين فهي 12 حركة جدا جدا مهمة لازم تكون عارفها سواء لعبت او باقي بتلعب من اسلحة مجانية الى حركات راح تخليك محترف احصنة مجانية يعني مجموعة من الاشياء المهمة اللي لازم تعرفها سواء لعبت اولاين او باقي ما لعبت فيلا نخش في المقطع اولا الاشياء البلاش اللي تقدر تاخذها في بداية اللعبة بالنسبة للاشخاص اللي معاهم الالتيمت اديشن راح يكون عندهم مجموعة كبيرة جدا من الاشياء اللي تقدرون تاخذونها بلاش ولهم عاملة خاصة جدا من روكستار اولا في محل الاسلحة راح يكون عندك ثلاثة اسلحة جامدة جدا وقوية جدا في بداية اللعبة اول سلاح راح يكون اللي هو الفولكانيك بيستول الفولكانيك بيستول تقريبا صنفناه اقوى خامس سلاح في اللعبة وانت تقدر تاخذ بلاش يا ultimate edition سعره تقريبا 450 دولار انت راح تاخذ بلاش فشي جدا جدا رهيب والاسلحة في بداية اللعبة جدا جدا تفرق يعني واحد يجيك بفرد ابو كلب انت تجيب الفولكانيك فرق جدا كبير وتقدر تدعس ووجهه على طول السلاح الثاني راح يكون اللي هو الفارمنت رايفل او سلاح الصيد طبعا سلاح الصيد جدا جدا مهم في بداية اللعبة لانه راح يكون الصيد نوعا ما احد مصادر الدخل في الالاين في بداية اللعبة فسلاح الصيد جدا جدا رهيب سعره 72 دولار انت راح تاخذ ببلاش السلاح الثالث راح يكون الـ Pump Shotgun الـ Pump Shotgun يا جماعة سلاح جدا جدا قوي وراح يفرق معاك مرة في بداية اللعبة سعره 444 دولار انت راح تاخذ ببلاش بدون ما تدفع ولا سنت واحد فوالله يعني الثلاثة الاسلحة هذه لو اخذتها راح تفرق معاك اللعبة مرة في بداء يعني من ناحية الاسلحة بالذات راح تفرق معاك لانه الاسلحة اللي يعطونك اياها في بداية اللعبة مرة بكلب انت راح تاخذ الفولكانيك والـ Pump ايا من قدك ايضا يا حقين الـ Ultimate Edition ترى راح يعطونكم حصان مجاني اسمه هو حصان الثور بريد حصان جدا جدا قوي لبداية اللعبة وطاقاته جدا جدا رهيبة ومتقاربة يعني انا متأكد انه يعني احسن من حصانكم الاول بنسبة 100% الثور بريد راح يكون احسن من حصانك الاول فاذا كنت Ultimate Edition ترى تقدر تاخذه من اي استبل في المدينة ايضا راح يكون عندكم ملابس مجانية عند محل الملابس وايضا راح يكون عندكم طاولة تزيين في المخيم زي ما تشوفون في game play طيب يا صالح حنا حقينا اللي هو Special Edition والStandard Edition او اللي ما اخذوا Ultimate Edition هل عندهم اشياء مجانية نعم يا خوي روكستار ما نسيتك انت تحديدا ورح يكون عندك سلاح مجانا ورح يكون عندك حصان مجانا اولا روح عند اي فنس ورح يعطيك فرد جدا جدا قوي وافضل من الفرد الموجود عندك الان واللي هو High Roller Revolver صراحة ان الفرد جدا جدا رهيب سواء كان من ناحية التصميم او الرسمات الموجودة الموجودة عليه او من ناحية القوة يعني سلاح جدا جدا قوي ولازم تاخذه في بداية اللعبة عشان تقدر تجلت اي واحد طيب يا صالح الاستبل هل او الاحصنة هل عندي احصنة مجانية نعم رح يكون عندك الحصان العربي الاحمر رح تروع عند ال Pie Horses بعدها رح تروع عند الهو Superior بعدها رح تروع عند الهو ال Arabian ورح يكون عندك حصان عربي احمر تقدر تاخذه ورح يكون بلاش طيب يا صالح انا ماني قادر ااخذ وقعد يقول لي اللي هو حصانك موجود او ما عندك فراغ في كل اللي عليك انك ترجع لحصانك العادي الابو كلب وتبيعه حلو بعد ما تبيعه رح ترجع عند الهو ال Arabian ورح تشتريه وبكذا رح يكون معاك الحصان العربي الاحمر وتقدر تاخذه بشكل رسمي ويكون حصانك الرسمي زي ما تشوفون في ال Game Play الان الشيء الثاني رح يكون تأمين الحصان انا صراحة لما لعبت ال Online هذه مشكلة واجهتني مرة انه كل ما قابل واحد والله يكتل حصاني ويجي ماشي حلوين اذا كان عندك اللي هو ال Horse Reviver ترى رح تقدر تقوم حصانك لكن اذا ما كان عندك ال Horse Reviver ومات بشكل كامل ما رح يروح عليه انا توقعت انه والله خلاص هذا الشخص قتل حصاني فراح بشكل كامل لا ترى تقدر تحصل حصانك في اي استبل من المدينة رح تروح عند الاستبل رح تحصل حصانك موجود رح تاخذه وبكذا يكون مبروك عليك حصانك قدرت تاخذه فاذا حتقتل حصانك ما عندك ال Horse Reviver عادي ترى ترجع للإستبل ورح تقدر تاخذ حصانك الرهيب جميع الاشخاص رح يكونون باينين وظاهرين في الخريطة باللون الوردي وما في اي طريقة تخفي نفسك من الخريطة يعني Off the Raider أو Ghost Organization ما في لحد الان رح يكون كل الاشخاص ظاهرين في الخريطة وتقدر تشوف تحركاتهم وتقدر تشوف وين رايحين وين راجعين ولحد الان ايضا ما في اي طريقة لل Passive Mode او انك ما تبقى تتحارب مع الناس او انه ما تبقى الناس تقتلك لحد الان ما في اي طريقة لل Passive Mode ممكن الطريقة الوحيدة لل Passive Mode رح تكون في المخيم حقك طبعا زي ما تشوفون هنا انا عندي رايتين لما تكون راية البيضة مرفوعة مع الراية الحمرة كذا ما احد يقدر يهاجمك وانت في المخيم لكن اذا كانت الراية الحمرة فقط مرفوعة والراية البيضة نازلة فرح تكون اي واحد يقدر يهاجمك في مخيمك ويقدر ياخذ الاشياء اللي انت طلبتها فممكن البسف مود الوحيد في اللعبة الان اللي هو رح يكون في المخيم ولما تكون رايتك بيضة مرفوعة كذا ما احد يقدر يهاجمك بالنسبة للحركة الخامسة لحد الان ما في سيرفارات لحالك او اللي هو سولو ساشن ما في ابدا فقط رح تكون سيرفارات عامة يدخلك مع 24 26 الى 32 لاعب لكن انك تبتخش سيرفار لحالك ترى ما في فقط حاليا وفي البيتا رح يكون سيرفارات عامة ممكن لما تنزل النصة الكاملة من الالاين رح نقدر نشوف سيرفارات لحالك طبعا في شي جدا جدا حلو من روكستار انه لما تبتغير سيرفار رح يقول لك وين تبغت رسبن هل تبت رسبن في الصحراء هل تبت رسبن في الثلج هل تبت رسبن في نيو أوستن هل تبت رسبن في الوست إليزابيث أو تبت رسبن في مثلا فالنتاين أو سان دينيس يعني رح يكون عندك مجموعة من الخيارات اللي تخليك ترسبن في مكان معين بدل المشاوير الطويلة جدا حركة جدا جدا مهمة للمشاوير إذا كنت تبتخش مثلا اللي هو سباك أو تيم ديث ماتش أو فري فر أول ترى مش لازم تضرب مشوار طويل بالحصان عشان توصل للفري فر أول أو السباك ترى تقدر تسوي ستارت بعدها رح تروح على أيقونة التيم ديث ماتش أو أيقونة الرايس ورح تستنى عليها شوية ورح يظهر لك اللي هو خيار المثلث كل عليك انك تضغط المثلث وبكذا رح يبدالك التيم ديث ماتش الحركة السابعة رح تكون الرواتب زي ما كان في جراند تدفع رواتب للهو الميكانيكي عشان نصل لك السيارات للبانكر للهانقر يعني كنت تدفع رواتب فردد اون رح يكون نفس الوضع رح تدفع رواتب يوميا على سبيل المثال الاسطابل ترى رح يطلب منك فلوس يوميا واذا كان عندك حصان واحد رح ياخذ منك خمسة وسبعين سنت يوميا خمسة وسبعين سنت يوميا خمسة سنت يوميا فهذا شيء لازم لازم تعرف الحركة الثامنة ترى تقدر تشتري اي شيء من مكانك يعني ما يحتاج تروح جدا واضح بين انك تشتري من مكانك وتشتري من المحل نفسه طبعا لما تشتري من المحل نفسه رح يعطي لك اغراضك على طول يعني تشتري رح يعطيك الغرض لكن لما تشتري من اي مكان او من مكانك رح يوصل لك الاشياء في مكانين حلو المكان الاول رح يكون في البوست اوفيس او البريد يعني مثلا اشتريت الرصاص رح تحصل الرصاص في البريد او البوست اوفيس رح تروح عنده رح تحصل الرصاص اللي اشتري او طلبته رح يكون في البوست اوفيس المكان الثاني رح يكون في المخيم حلوين ترجع المخيم والله تحصل الرصاص اللي طلبته موجود فيعني لما تشتري من مكانك رح يوصل لك الاشياء في مكانين اياه في البوست اوفيس اياه في المخيم. الحركة التاسعة من الستارت. بعد الستارت تروي عند الهو البروغرس. بعد البروغرس راح تروي عند الهو الرانك انلوكس. ومن هنا راح تقدر تشيك على الرانك وكم باقي لك عشان تفك الرانك اللي بعده. على سبيل المثال زي ما تشوفون انا الرانك ثمانية عشان اوصل الرانك تسعة لازم اه اجيب اللي هو الف وربعمية وخمسين اكس بي. وطبعا لما تنتقل من رانك الى اخر راح تنفك معاك اشياء جديدة. وايضا ترى تقدر تشوف اه اش راح افك في الليفل المعين. زي ما تشوفون في الليفل تسعة راح نفك اللي القلوفز والفست وهذا السلاح. يعني تقدر تشيك على اش رانكك واش هالاشياء اللي راح تفكها وكم باقي لك عشان توصل الرانك اللي بعده. الفاست رافل شي جدا مهم في الاونلاين. لكن صراحة سلبياته عديدة. اولا سعرهم مرة مبالغ. مرة مبالغ. يا وادس لاخوك سلخ يجلدوك جلد بالسعر. يعني عشان تروح مكان معين يبالك خمسة عشر دولار وانا كل فلوسي اربعة دولار. ايش هذا كيف? حلوين? اشياء الثاني اذا كنت حاط جلد على حصانك وسويت فاست رافل ترى راح تخسر الجلد. فلازم تاخذ بالك انه ترى لو سويت فاست رافل راح اه يروح الجلد كامل ويختفي. وايضا ترى ممكن تحصل طاقات حصانك النازلة او الكيورز تحصلها النازلة. فسلبيات الفاست رافل انا اشوف صراحة جدا كثيرة مبالغين في السعر وايضا لما اسوي فاست رافل يختفي الجلد. فاخذوا بالكم من هذه النقطة. طيب يا صالح ممكن سؤال ابشر عيوني لك اعطيني سؤالك. ايش الفرق بين الفلوس والذهب فوق في اليمين. طبعا هذا سؤال جدا مهم ولازم تعرفونه. كلنا نعرف في الوفلاين طلعنا قليتش اللي هو سبايك الذهبية وتشيلوا الناس وصلت مليون دولار. فروكستار حاولت بقدر الامكان انها تمنع قليتشات اللي هو اللي اخذ الذهب بشكل لا نهائي. ففصلوا الذهب عن الفلوس بشكل كامل. حلوين? يعني لما تاخذك مثلا سبيكة ذهبية راح يحطو لك اياها في الذهب. ما راح يحطو لك اياها في الفلوس. فرقوها مرة فرقوا الفلوس عن الذهب. عرفت كيف? فلما تاخذ سبيكة ذهبية راح يزيدك واحد سبيكة ثانية اثنين سبيكة ثالثة ثلاثة. وايضا اللي هو القطعة الذهبية الصغيرة. اذا اخذت عشرة جولد نقيت راح يزيدك واحد في الذهب. حلوين? يعني الذهب راح يكون والله فعلا للذهب. يعني تجميعك للذهب راح يحسب لك في ايقونة الذهب. وايضا ايضا هذا الذهب راح يكون زي فلوس روكستار او المايكرو ترانزاكشن لفلوس روكستار. عرفتوا كيف? يعني زي نظام الفي بوكس زي نظام اللي هو الشار كارد في جراند. عرفتوا كيف? يعني تدفع فلوس حقيقية. وحنا راح نعطيك الذهب في ايقونة الذهب. عرفتوا كيف? هذا راح تكون مستقبلا. طيب اللي هو القولد بار او ايقونة الذهب هذه. ايش راح تشتري لي? طبعا تشتري لك الاشياء اللي ما عندك الفلوس الكافية انك تشتريها. وايضا راح تشتري لك الاشياء اللي ما عندك الرانك الكافي انك تشتريها. مثلا انت رانكك ثمانية تبتشتري شي رانكو خمسين فقط راح تقدر تشتريه بالذهب. طيب كذا يكون اعطيناكم اثنى عشر حركة لازم تعرفونها قبل ما تلعبون الاونلاين او لازم تعرفونها حتى لو لعبتوا الاونلاين. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هد الان من شخصيتي في الاونلاين. يلا سلام عليكم.